بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء غفعها ووضع الميزان ألا تقضوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعليم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في العالمين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل ما في البضل مسلما صالحا عابدا ذاكرا حافظا للقرآن الكريم وعاملا به اللهم اجعله بارا بوالديه وأهله اللهم حسن خلقه وأخناقه اللهم أعلم من شياطين الإنس والجن اللهم سهل ويسر حمله وولادته اللهم أقرعيني به اللهم رزقني ولدا واجعله ذقيا ذكيا واجعله سليما معافا ولا تجعل في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته خيرا اللهم أصلح لي ذاتي وذريتي اللهم رزقه جمال الخلق وحسن الخلق وقوة الدين والبدن وسعادة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم اكتب ضفل الذي في البطن من السعداء اللهم اكتب له عمرا طويلا مليئا بالصالحات ورزقا واسعا محفوفا بالبركات اللهم اكتب له المعافاة في الدين والدنيا اللهم اجعله بارا بوالديه اللهم اهدنا وأعنا على تربيته تربية صالحة اللهم اهده واهد به واكتبه من الصالحين لا من الطالحين ومن السعداء لا من الأشقياء يا رب العالمين اللهم ان كنت قدرت هذا الجنين أسألك أن تجعله سليما معافا من كل عاهد وبلاء وأن تجعله في أحسن صورة يا رب العالمين اللهم اجعله من عبادك الصالحين واهده واهد به اللهم وأنبقه نباتا حسنا واجعله من حفظتك تالك لمنك ورحمتك وعفوك يا أرحم الراحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يشبهون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين